مجلس محافظة البصرة يرد على محام اتحاد الكرة الكويتي مشار السند في تصريح جديد أثار الجدل على الساحة الرياضية اعتبر عضو مجلس محافظة البصرة عدنان العبادي يوم الخميس الموافق 29 آب 2024 أن تصريح محام اتحاد كرة القدم الكويتي مشار السند يعد بمثابة الطشة في إطار العلاقات الرياضية بين البلدين جاء هذا التصريح بعد أن طالب السند بقطع العلاقات مع العراق في سياق التوترات الأخيرة بشأن دخول الجماهير العراقية إلى الكويت لحضور المباراة المرتقبة بين المنتخبين العراقي والكويتي في التصفيات النهائية المؤهلة لكأس العالم 2026 بدأت التوترات عندما أعرب محافظ البصرة أسعد العيداني يوم الأربعاء الموافق 28 آب 2024 عن قلقه إزاء عدم سماح السلطات الكويتية للجماهير العراقية بالعبور إلى الكويت لحضور المباراة المرتقبة وأشار إلى أن العراق سيتعامل بالمثل إذا لم يتم السماح للجمهور العراقي بالدخول في تصريح لبغداد اليوم أكد العيداني أن هناك حاجة لمناقشة هذه القضية مع الاتحاد العراقي لكرة القدم لضمان دعم الجمهور للمنتخب الوطني في مبارته المقبلة هذه التصريحات جاءت على خلفية تصريحات سابقة لمحامي الاتحاد الكويتي مشاري السند الذي أثار جدلاً واسعاً عندما عبر عن رغبته في قطع العلاقات مع العراق في رده على تصريحات العيداني عبر السند عن رأيه عبر منصته على إكس تويتر سابقاً قائلاً طوز بالبطولة كلها أتمنى نتعامل بالمثل وتنقطع العلاقات نهائياً هذا الرد أثار موجة من الانتقادات في الأوساط الرياضية والشعبية على حد سواء من جانبه رفض عدنان العبادي عضو مجلس محافظة البصرة تصريحات السند واعتبرها غير مقبولة وتعد تجاوزاً على الجماهير العراقية وقال العبادي في تصريحاته إذا أكرمت الكريم ملكته وإن أكرمت اللئيم تمرد مشيراً إلى أن التصريحات التي أدلى بها السند لا يمكن قبولها خاصةً وأن العراق كان قد استضاف الجماهير الكويتية بحفاوة في مناسبات سابقة مثل بطولة خليجية الخامسة والعشرين والزيارة الأربعينية وأكد العبادي أن العراق يرفض أي إساءة تأتي من شخص مثل السند مشدداً على أن العراق قدم حسن الضيافة للجماهير الكويتية ويجب أن يتم التعامل مع الجماهير العراقية بالمثل هذه التصريحات تعكس حالةً من الغضب والاستياء بين المسؤولين العراقيين الذين يرون أن التصريحات الكويتية لا تعكس روح الرياضة والتعاون بين البلدين المباراة المرتقبة بين العراق والكويت تأتي في إطار التصفيات النهائية المؤهلة لكأس العالم الفين وستة وعشرين وهي مباراة تحظى بأهمية كبيرة للمنتخبين والجماهير على حد سواء العراق الذي سمح للجماهير الكويتية بالدخول إلى البلاد دون تأشيرة لحضور منافسات خليجي خمسة وعشرين يسعى إلى الحصول على المعاملة بالمثل في هذه المناسبة من المتوقع أن تكون المباراة محطةً مهمةً في مسار التصفيات حيث يسعى كل المنتخبين إلى التأهل لكأس العالم وهو الهدف الذي تسعى لتحقيقه جميع المنتخبات المشاركة في التصفيات وفي ظل هذه الأجواء فإن حضور الجماهير يمثل دعماً معنوياً كبيراً للفرق وهو ما يجعل قضية دخول الجماهير العراقية إلى الكويت مسألة ذات أهمية كبيرة التوترات بين البلدين لم تقتصر على المسؤولين فقط بل امتدت لتشمل ردود فعل شعبية وإعلامية في العراق عبر العديد من الجماهير عن استيائهم من تصريحات السند مطالبين برد قوي من الجهات العراقية المسؤولة على وسائل التواصل الاجتماعي انتشرت حملات تطالب بعدم السماح للجماهير الكويتية بدخول العراق إذا لم يتم التعامل بالمثل مع الجماهير العراقية من جهة أخرى هناك من يرى أن هذه التوترات يمكن حلها من خلال الحوار والتفاهم بين الجانبين خاصة أن العلاقات بين العراق والكويت لها أبعاد تاريخية وثقافية تتجاوز الأمور الرياضية ومع ذلك فإن التصريحات المتبادلة تزيد من حدة التوتر وتضع ضغوطاً إضافية على المسؤولين في البلدين لا يمكن فصل هذه التوترات عن الأبعاد السياسية التي تحيط بالعلاقات بين العراق والكويت على الرغم من أن العلاقة بين البلدين تحسنت بشكل كبير في السنوات الأخيرة إلا أن هناك قضايا حساسة تظل تؤثر على التفاعل بينهما الرياضة التي تعتبر عادة وسيلة لتقريب الشعوب قد تتحول في مثل هذه الحالات إلى ساحة لتصفية الحسابات السياسية في الوقت نفسه تعكس هذه التوترات التحديات التي تواجهها الاتحادات الرياضية في التعامل مع القضايا التي تتجاوز حدود الملاعب التفاعل بين السياسة والرياضة هو أمر لا يمكن إنكاره وفي حالة العراق والكويت يبدو أن الأمور تسير نحو تعقيد أكبر إذا لم يتم التوصل إلى تفاهمات تعيد الأمور إلى نصابها الطبيعي